المتحف الفلسطيني المتحف الفلسطيني الذين انشغلوا بالمدينة وقاموا بعكس مركباتها المختلفة والمعقدة في عدد من أعمالهم في الحقيقة هذا اللقاء من المفترض يكون الثالث ولكنه الثاني بالترتيب هناك لقاء تأجل لسبب طارق وهو اللقاء مع الروائي محمود شقير واللقاء معه تأجل لموعد جديد هو 2 أيلول فهذا من المفترض يكون الكتابة من القدس وعنها ثلاث مع الشاعرة والروائية مايا أبو الحيات أهلا مايا ومايا هي روائية وشاعرة فلسطينية من موليد بيروت صدر لها أربع روايات ومجموعتان شعريتان وعدد من القصص للأطفال مايا تعمل حكواتية ومماثلة ومترجمة أدبية وتدير ورشة فلسطين للكتابة وهي مؤسسة متخصصة تهدف إلى تشجيع القراءة وعملت كمطورة مواد للأطفال والمعلمات في عدة برامج للأطفال في الوطن العربي طيب اللقاء مع مايا رح يدور حول بالأساس مفتاحين أساسيين من هدول المفتاحين رح تنبث قعدة محاور اللي هي رح تاخدنا على الموضوع الكبير الكتابة من القدس وعنها والدخول لهاي المفاتيح رح يكون من خلال قراءة شعرية ونثرية رح تقدم لنا إياها مايا تفضلي مايا المايك معي مساء الخيلة جميع رح أقرأ قصيدة اسمها المدينة بيتي المدينة بيتي أنظر من خلف ستارتها وأحاول العد ثلاث حمامة تبحث في باحتي عن خبز مبلول أطفال يخرجون من المدرسة إلى بائع الفلافل والكعك امرأة تنشر غسيلها على عجل وتذهب إلى العمل عامل يقبل رؤوس البنات ويقصد وجه الله اتسامة يوزعها الحاج الذي يقلب المال بين يديه ويدعوني لتغيير الدولار بالشواكل شاب ينادي بثقة العارف بالشيء كعك 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 الأدس أزكى كعك المصلونة يدخلون صلاتهم حفا شجار ينشب من منصور ابن التاسعة والجندي حييم للرشاش بساط تملأ باب العمود بالسكاكر والأحذية والدشديش نداءات تعلو قرب جنديين يحدقاني في كل ما ذكر ويصرخاني بلغة لا أفهمها على كل شيء وأنا أحدق في المدينة والوجوه والفلافل والجنود المحدقين في حقيبتي المدينة بيتي أرتبها بخفة أم لثلاثة أطفال وزع الحب أسفل شجر الزيتون والجميز وأبحث عن وجه واحد لمدينتي لأزين به إطار الصور على الطاولة صورة دون جنود صورة دون إله يعني صدى العثمان يعني بصراحة سهلت شوي علي المدخل لأن القصيدة كأنه كمان تقدم صورة عرضية لقدس وبتفلسف اليوم يوم تبعها كيف بتعيش القدس هذا العصر؟ يعني عادة ما بفكر في جزء في كم هائل من الكتاب اللي بحاولوا يتعاملوا مع اليوم يوم بالقدس بيرمناسة عالية بحاولوا يعملوها رومانسية كثير عالية ودائماً أول ما نروح القدس ننصدم بأنه لا مش هيك بالمطلق كيف بتعيش القدس هذا العصر؟ شوف رح أبدأ أنا يمكن أكتر بعلاقتي أنا مع القدس أنا ما بقدر أحكي أنه أنا كاتبة مقدسية مئة بالمئة أنا كاتبة لأنه لما تكون كاتب مقدسي يجب أن تعيش التجربة المقدسية كاملة تواقف في طفولتك في شبابك في مراهقتك في حياتك بشكل عام القدس بنسبة إلي هي تجربة مستجدة هي آخر عشر سنوات من حياتي لكن هي سنوات غنية ونوعاً ما مفصلية في حياتي المهنية ككاتبة وفي حياتي كامرأة وكشخص نضج لكن أنا ما عاش تجربة القدس كما عاشها مثلاً محمود شقير أو كما عاشتها ليانا بدر أنا عشتها الآن عشتها عشت القدس البحتلة بالكامل العائلة العيشة بحالة خلينا نحكي انفصام سياسي لأنها وحيدة جداً وبتهيالي إنه إذا بدك تقرأ ثقافة أي مدينة يجب أن تبدأ بقراءة النظام التعليمي والمناهج السائد فيها يجب أن تقرأ النظام المواصلات يجب أن تقرأ نظام الاجتماعي يجب أن تقرأ نظام الهويات يجب أن تقرأ نظام الاستخراج الأوراق كل هذه الأشياء هي ما تشكل ثقافة القدس الآن لأنها هي المعاش اليومي الذي يعايشه الشباب والأطفال والرجال والنساء بشكل يومي وتشكل حياتهم فبالتالي القدس تحديداً بتعيش ثلاث أنظمة تعليمية في ثلاث مناهج في نفس هاي المدينة الصغيرة وبديش أحكي في المدينة كلها لأنه هي فقط في المنطقة العربية في القدس القدس بتعيش نظامين وصلات مختلفين تماماً تعيش أنظمة لا إخراج الأوراق الثبوتية يعني أنت لا تعرف أنت جوازك السفر أردني ولا جوازك السفر ولا أنت فلسطيني ولا أنت من أين يعني أو إذا لا نحكي من الهوية كهوية كمادة والنظام حتى نظام العدالة والقانون أيضاً هي أنظمة منفسة عندها انفصال كامل فعندك هاي الأنظمة المختلفة التي تشكل ثلاث أربع هويات داخل بعض في مدينة صغيرة للمقدسيين أنا من الخارج وككاتبة أنا شخص ضائع بين الهويات وبنفس الوقت أنا شخص عنده الرفاهية أنه يتفرج على الهويات من الخلف أو من فوق يعني الأعلى وينظر إليها ويتساءل لأنني عادة لما تكون داخل الدائرة رؤيتك ما بتكون كافية بما يكفي أنك تشوف ما يحيطك لكن أنا من الخارج من أعلى للأسف أنا قادر أن أشوف وأحلل كل هذه العواصف التي تعبر في حياة الأطفال وحياة الشباب المقدسيين وحياة الرجال والنساء بشكل يومي فكل هذه هي تشكل الثقافة تشكل منتوج الأدبي فالكلام على الحياة اليومية والأدب بشكل يومي هو شيء صعب خلينا نقول لأنه شائك جدا شائك من حيث من أنت ماذا تريد أن تقول من حيث أيضا تشكيل هوية بشكل مستمر سواء لشكل شخصي أو للمقدسيين فأنا أجد فترة طويلة وأنا أحاول أفهم أنا لأني كغريبة وكشخص خائف في البداية خائفة من هوية الخدرة خائفة من التصريح اللي رح ينتهي آخر السنة وخائفة من أنه ما يتجدد تصريحي بشكل يومي خاصة أنه أنا أعيش بتصريحي القامة مع عائلتي في القدس بالتالي أنا دائما في النسبة لي مهددة مهددة بالطرد يعني من الأدب لكن أنا كمان بعيش تجربة المقدسيين اللي بيشعروا أنه هاي الأطفال أرض إلنا نقول الظروف أنظمة التعليم اللي بتحاول تشوه هويتهم وتغيرها وتعطيهم هوية مختلفة يعني فإذا بدك تقرأ الثقافة بدك تقرأها من الشوارع بدك تقرأها من الإعلانات بدك تقرأها من اختلاف اللغة والخطاب فأنا بلاقي إنه فيه على أرض الواقع اختلاف كبير بدل معاي؟ جميل معايك طبعاً جميل من هون تحديداً بطلع فيه سؤال كثير مهم وبفكر إنه كثير ثقيل ببالي أما يعني اللي هو الحركة الثقافية في القدس فيه جانب متعلق بالفن كفن متعلق بأسئلته الفنية وأسئلته الجمالية وأسئلته الفلسفية كمان وفيه مضمون ثقيل وكأنه أول ما يعني كأنه أديب القدس مفروض عليه موضوعات معينة يكتب فيها بعرفش تناقض تناقض كثير عالي وبحس وكأنه الجانب قدش القدس الثقيلة كمكان أحياناً باخد النص لمحل ما بعرف احكي لي شو رأيك مايا شوف انت عايش بثقل انت عايش أو شو بشكل فقعان كفلسطيني انت عايش بثقل قضيتك وككاتب انت عايش بثقل مخاطبة شعبك في البداية مخاطبة نفسك مخاطبة المقدرة حتى على المخاطبة نفسك هلأ كمقدسي القدس يعني ما بتتخيل قديش فيه نصوص مكتوبة عن القدس مكتوبة بشكل استشراقي مكتوبة بشكل ديني مكتوبة بشكل تاريخ تاريخي وتوثيقي وووو لأن القدس يتناحر عليها الطواقف منذ الأزل يعني مش الهلأ مش بهاي اللحظة هي دائماً موجودة هي لكن إحنا في ظرف هلأ في هذا الظرف يمكن أن زي ما بحكي أنه أكثر المدن تعقيداً بهويتها بلغتها بخطابها بطريقة حياتها اليومية هي القدس يعني مختلفة تماماً عن ما تعايشه ضفة مختلفة تماماً عن ما تعايشه حيفة ويافة وعكة هي لها هوية خاصة وبنفس الوقت هاي الهوية الجميع يحاول يعني ما بتشوف إلا حالك بالتالي أنت صورتك عن نفسك وخطابك مع نفسك هو كمان خطاب مش دقيق مش عقلاني مش خطاب عاطفي دائماً في مشكلة العواطف والاستعطاف والرومانسية الزائدة وتمجيد الذات إحنا مش في مش في الشعر الجاهلي مش عم نحكي عن شعر الفخر ولا شعر التمجيد ولا شعر إحنا منحكي عن شعر يرى الحياة يعيد تعريف الحياة بطريقة جديدة يعيد تعريف الخير يعيد تعريف الجمال يعيد تعريفك عن نفسك عشان هيك يمكن أنا أكتر لحظة اتعرفت فيها على القدس الحقيقي هي باللحظة اللي بس سلت فيها بمسلسل باب العمود رغم إنه ما كنت أكتب أنا كنت فقط ممثلة لكن هذه اللحظة اللي خلتني لأنه بصراحة أنا شفت ردة فعل المقدسيين عن المسلسل ورغم إن المسلسل ما بيحكي قضايا تاريخية ولا ولا بي يعني سياسية كبيرة لكنه بيحكي وبيتقاط المقدسيين بلغتهم وخطابهم اليومي وما وحياتهم اليومية وبالتالي المقدسيين لأول مرة شافوا حالهم في النصوص فالتالي لما بتلاقي نفسك في نص أو في صورة أو في في مادة فنية أنت بتتحاكي معها أو بتتعاطف معها وبتحكيك فإحنا أنا شخصيا يعني بحس أنها عينا مادة كتير كتير خصبة القدس لكن كمان هي مادة شائكة ومادة شائكة لأنه كمان تلقيها مش سهل تلقيها من الجمهور أنت بصراحة يعني حتى يعني ما بدك يعني الجمهور مين هو جمهورك ضل أن الجمهور ما بيقرأ بس العكس الجمهور العربي بيقرأ إذا لقى المادة التي تخاطب والتي تحكي يعني مجدد تحكي بيقرأ بيقرأ رصوصنا خاضية على الرقابة الدينية ورصوص خاضية على الرقابة السلطة هي حتى هاي كل يات هاي المؤسسات موجودة داخل ذاتنا يعني وكمان للعائلة للعشيرة وللقبيلة وكل هاي السلطات هي سلطات تتحكم في نصك وتتحكم في ما تكتبه وبالتالي تتحكم في طريقة حياتي الناس بشكل عام لأنه الأدب الأدب هو الخيال الأول لحياتك القادمة لشكل الحياة التي نريدها يعني أنا متأكد إحنا إذا بتسألني مين شكلني شكلتني بعض النصوص الروائية اللي قرأتها وأنا عمري 14 سنة 13 سنة زي ما أنت شكلتك بعض النصوص فبالتالي صورتنا عن نفسنا كيف بدنا نكون مين بدنا نكون كيف بلائي حالي جميل أو بلائي حالي إنسان راقي من خلال الأدب من خلال ما أريده من خلال الفن يعني هي اللبنة الأولى والخطوة الأولى لبناء المستقبل فإذا ما لقينا النصوص التي تشبهنا لن نجرد نفسنا أو لن نتخيل لن نجرع تخيل نفسنا بعد 20 سنة للأدب جميل موافق طبعا وكمان موافق مع جزئية إنه هلقد لازم كمان شوي يكون التعامل مع القدس كمان يومي وهلقد down to earth يعني إذا بدي أستخدم هذا المصطلح بس بهذا الموضوع التحديدا بموضوع النتاج والنتاج نص يعني يعني يشبهنا وكذا وإلى آخره والمساحات المتوفرة كيف تفكري يعني كيف تفكري المؤسسات الثقافية بالقدس بتساهم أو بتلعب دور بهذا المحل شوف يعني بدون شك إنه يعني القدس كانت يعني 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 كما هم بيحكوا أنا ما بعرف بس الكل بيحكي لي إنه قبل بالتسعينات وبالتسعينات وبالتسعيين ما كان فيه هدد تفرقة يعني مش إحنا مثلا هلأ بدك تعمل نشاط في رمالة أهل القص بيقدرواش يحضروا والأهل رمالة بيقدرواش يحضروا نشاط القص فبالتالي هالقد محصور وهالقد صغير لكن فيه مؤسسات طبعا بتشتغل فيه الحكواتي فيه فيه يبوس فيه الحوش يعني فيه المراكز اللي بتشتغل بس قديش هي صغيرة قديش كمان مهددة يعني انت بتعرف يا بوس يعني أي حدا ممكن يعني يقتحبو بثاني يعني انت بتعمل كل أشياءك على الحفة انت دائما زي اللي إذا ما حدش شافني يعني إذا ما حدش شافني بعمل بدية فإحنا كل نشاطة أنا هلأ اللي بحكيه بحكيه كمان إذا ما حدش سمعني بعمل بدية فإنت مجرد ما تحكي كلمة أحيانا أنا مهددة إنه يقطعو مثلا تصريحي إنه خلص أخي ستنى بقدرش آخد تصريح إذا أحكيت فإنت كل ثقافتك مهددة بعبلك خاصة لما بتحكي باللغة اللغة لأن هاللغة أنا دائما بعتبر أنه الفن التشكيلي والفنون الأخرى الغير الأدب هي أكتر حرية لأنه شوي فيها انتباعية يعني بتقدر كل حدا يحللها لكن الأدب هالأد صريح هالأد مباشر هالأد لغة وكأنها الكل بيقدر يحكمك عليها ويجلدك فيها فبالتالي طبعا إحنا بصراحة إحنا متنحين يعني إحنا شعب مش ما بخاف يعني وأهل الأدس تحديدا أنا ما شفت حدا أجرأ من أهل الأدس يعني أنا بديش أحكي عنهم ناس عن جد يعني ما الناس اللي ما عليهم أي سلطة من أحد وهي يعني رغم إنها أحيانا شوي بتخوف وفيها هاي الانفلات الكاملة لكن كمان هي تجربة يعني هي إنك ترى ماذا تفعل الشعوب بدون سلطة هي تعتبرها ذاتية محكمة فيه فهم يعني في هذا الشعور بالحرية يعني المطلق يعني في مؤسسات لكن حقيقة ما في حياة يعني هي مش بس المؤسسات اللي بتشغل عشان يكون عندك ثقافة وفن مش بس مؤسسات تشغل يعني هو المنظر الشارع التعامل التعاملك ونقاشاتك مع الناس نقاشاتك الفنية جولاتك الشارع اللي بتحبه يعني عارف كل هاي الأشياء هي اللي بتشكل يعني نظرتك الجمالية ونظرتك الفنية والفلسفية فبالتالي انت ككاتب يعني ما بدك ضلك تحكي مع الحطان ما بدك ضلك تحكي مع حالك بدك تحكي مع مع ناس مع كتاب مع فنانين ومش بمؤسسة يعني خارج مؤسسة بالشارع بدك تتمش ننتويهم وتتفاعل معهم فبالتالي الحياة الثقافية والفنية هي يعني هي كتير يعني مفاهيمها كثيرة يعني لا يمكن اختصارها فقط في عمل مؤسسسات أو في عمل ندوات ثقافية أو في عمل جلسات أو كذا فأنا كتير كتير بشدد على المدارس صراحة يعني أنا بعتبر انه أهم لابني أولى في حياتي انه تكون عندك مجتمع كله عنده تجانس ثقافي عنده رؤية فنية عنده فلسفة عنده طريقة في الرؤية هو المدارس المشكلة انه انه انت ما عندك أي نوع من التساوي في المناهج في عندك منهج فلسطيني في عندك منهج المدارس اللي تتابع لوزارة المعارف وعندك المناهج اللي هي المدارس الخاصة اللي عندها المناهج الأكتر الأجنبية وهيك هلأ انت لما تخلق جيل مش متجانس مع نفسه مدارس بتحاول تاخد اعتراف من وزارة المعارف ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية وفي منها بتكونوا بدهم ياخدوا كما مع الساب أو مع المدارس الأنظمة الأجنبية فبالتالي انت نفسك كمدرسة مش عارف شو توجهك مش عارف شو المنهج اللي انت لازم تدرسه الأطفال والشباب ضايعين بين المناهج التلاتة غير انه التسرب من المدارس وغير انه الأسفوك الصغيرة يعني في مشاكل هائلة بالمدارس فأنا بالنسبة هون المشكلة الأساسية اللي بتطلع ناس عنيفة مع نفسها ناس عندها انفصام كبير في رؤيتها وحتى في تعاملها مع المحيط لأنه انت مش حاسس انه هذا المقعد اللي عملته بلدية إسرائيل مش حاسس انه المقعد إليك فبالتالي انت بدك تكسره لكن بنفس الوقت انت بتكسر حيك ففي هذا الانفصام اللي أنا ما بحكي إنه لأنه إحنا الوقتسيين عنيفين لا لأنه انت معرض لنظام ثقافي واجتماعي وسياسي وضعك في محل انت غصبا عنك بدك تكون في شخص عندك انفصام برؤية للأشياء أنا شخصيا لما بمرع على قلندية كل يوم عشان أجي على ملع لشغلي أو أروح نص رايحة وساعة ونص شاي في عندي ماشي مائل وأيداعي في عندي فكل هذه الأشياء هي حياتي ثقافية يعني هي ما تشكل حياتي ثقافية ما تشكل رؤية الجمالية ما تشكل حياتي وكيف بدي أعكسها في النصوص احكي أنا بحفي كثير لا لا بالعكس بالعكس أنا كثير كثير مجدود وكمان كنت بفكر بنقطة جد كمان عم تشغلني كثير العلاقة بالقدس وغزة كمان بنفس المحل اللي هو قداش يعني يعني أنا وعم بسمع جزء من أبناء جيلي يعني إحنا التلاتينات فما دون قداش المسافة المتخيلة للقدس قداش بعيدة وغزة كذلك الأمر بس يعني كمان القدس اللي هي يعني تلت ساعة هوائي قداش قداش بعيدة وقداش يعني أنا يعني عم بسمعين وكمان بدي أسأل أكتر عن الحراف كالثقافي حابب أعرف شكله حابب أعرف كيف بنقش كتاب كيف عمل يعني هلقد الموضوع بعيد وهلقد الاتصال ضعيف ما بعرف إذا يعني هيك تقدري بس ترسمي لنا أنا ما بعرف يعني أنا كمان ما بعرف يعني أنا ما بقولك أنا أنا ما بعطبرا نفسي إني متشكلي وتجربتي متشكلي هون في القدس يعني بقولك أنا حياتي فيها حياة الغرباء للأسف حتى بعد سبع سنوات أو ثمان سنين إلي في القدس ما قدرت أعمل علاقات خلينا نقول ثقافية في القدس ما بعرف ليش هلأ هو تقصير مني هل هو قلة ما بعرف يعني ما بدي أحط يعني أكيد أنا الملامة أنا كمان يعني وصلت أنا جيت على القدس في مراحل العزلة يعني خلينا وليس في مراحل الرغبة حيوية لكن أنا بشتغل في المدارس بشكل كبير يعني بشتغل في كل مدارس القدس على الأقل المشتابعة لذلك ما عارف طبعا يعني بشتغل بشتغل في المدارس وهذا بيخليني مطلع على حياة يعني أكتر حياة الشباب يعني حياة الأطفال والشباب وبشتغل في المراكز الثقافية أيضا كمدربة كتابة إبداعية أو بقرأ قصص في المدارس وكمان خلينا نحكي أنه مسلسل باب العمود خلاني كتير قريبة من الناس العاديين في الشوارع يعني لكن ما خلاني قريبة من الحياة الثقافية الحقيقة يعني هلأ هذا ليش أنا ما بعرف حقيقة أنا ما بعرف يعني أنا بدي أحكي لك عن تجربة مسلسل باب العمود إنه هو مسلسل الفني لكن هو ما عمل ضمن مؤسسة يعني هو كان فيه مسرح الروال هو منتج منفذ لكن هو في الآخر اللي أنتجه هو شخص واحد ففيه يعني اللي بيصير إنه فيه حالات فردية هي التي تقود عملها الفني بشكل بحراك الخاص لكن يعني غير تقول والله مسرح الحكواتي أو أكيد فيه حراك شبابي صغير أنا مش كتير بعرف يمكن فيه بسطة يعني فيه بعض الناس اللي تشتغل في مجتمعاتها لكن أنا ما بقدر أحكي لك إني على علم هلأ فيه اليوم السابع كان يعني هو حراك ثقافي كتير مهم بتايقلي اليوم السابع لكن أنا ما بقدر أحكي عنه كمان لأني مش كتير يعني أنا يمكن أول رواية كتبتها حبات السكر إنه بتذكر خرائة النقاش اللي كتب وكتير مبسطة وكان لؤت وانا كنت بش في لؤت في عثرتها لكن يعني بدأ إنه هم يمكن بجتمعوا كل يوم خميس وبيعملوا هذا الحراك الثقافي لكن أنا يعني هي الفكرة إنه يعني كمان كمان يعني عشان تكتب نص جديد لازم تعيش المدينة بمنظور بصراحة شوي يعني أكثر حميمة يعني عارف كير عشان ليك أنا بقول لك هم محسوظين ونفسي أنا الناس الشباب الصغار يعني نفسي أقرأ النصوص اللي رح تنكتب من الشباب الصغار اللي هلأ يعني اللي عايشوها منهم يعني لأنه بتنساش كمان فترة ما بعد انتفاضة الأقصاء فترة وقبل انتفاضة الأقصاء فترة يعني في فترات يعني القدس لساتها بفترة يعني انفصالها بلش في انتفاضة الأقصاء إذا بنا نحكي يعني انفصالها نوعا ما الثقافي عن بقية أرجاء الضفة هو أكتر شي صار بالانتفاضة الأقصاء فبالتالي النصوص اللي راح تيجي من الناس اللي قريدي انفصلت يعني أنا بحب أقرأها يعني بحب أعرف إنه كيف هم بقية القدس الحديثة إنه بحواريها وبشوارعها وبيومياتها وفي أشياء يمكن ما تعجب الناس يعني هي كمان مشكلة بالقدس إنه مش شرط أنت تكتب نص ويعجبك يعني ويعجب الآخرين أو يعجبني أو يعجب النقاد أو يعجب المجتمع الفلسطيني مكان زي القدس كمان يعني بدك كي ناس عم بتعلق أنا شاتي رح نفتح رح نفتح مجال أنا آسف رح نفتح مجال للنقاش آخر تلت ساعة آآ لا خلي بس أنا شاتي طبعا طبعا نسيت شو كنت بحكي طيب آآ يعني أنا بس لفتني فكرة المناهج وذكرك للمناهج وأنا يعني بفكر كثير مهم لازم أذكر بشغل صغير وأنا آسف إذا بقطع هون في 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 إفنت قادم يعني إفنت مصمم المتحف اللي هو يناقش أسرلة التعليم في القدس المحتلة المناهج كساحة حرب اللي هو رح يستضيف أنوار قدح وهنادي قواسمي وأحمد فتاح الأربع القادم يعني بعد بكرة 26 أب يعني بفكر كمان كثير كثير يعني هذا موضوع كثير صار مهم وملح بالخدس رح نرجع لأسئلة يعني الناس اللي معنا وكذا بعد بآخر طلت ساعة أنا كنت أسألك إذا بتحب بتقرأينا مقطع ناثري بعد هذا السؤال عشان ننتقل للجزء الثاني السؤال هو يعني عم بفكر بكل اللي عم نحكي بخصوص القدس والسؤال كالتالي القدس قبل ما تدخل لها يعني قبل العشر سنوات الأخيرة بخيالك وبعد العشر سنوات الأخيرة كيف كانت وكيف وكيف كانت حيويتها القدس المتخيلة versus القدس الواقعية قدش كانت ديناميكية قدش كانت حيوية قدش كانت الحراك الثقافي واضح قدش شوف أنا بدأ أحكي لك أنا بالنسبة يعني أنا أجيت على الفلسطين كلها بالخمسة وتسعين بالنسبة إلي القدس وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان هو عبارة عن أشياء زي كتير ناس تخيلي بتيجي من النصوص بتيجي من النشرة الأخبار بتيجي من حكي الأهل فالقدس بالنسبة إلي ما كانت يعني هي يعني هي جزء من فلسطين هي جزء من الصورة الكبيرة فعمري ما حسيت أنه بصراحة بهذا أنا يمكن أنا كشخص يعني ما كان بيهمني كتير والله موقع القدس الديني ولا موقع القدس التاريخي لا أنا كنت أشوف أنا دايما بشوف الناس كناس يعني بشوف الشعب فلسطيني فلسطيني كفلسطينية يعني وخاصة أنه أنا من الناس اللي يعني رغم كل محاولات البحث عن الهوية يعني إلا إني بحاول إني أتحرر من الهويات الجغرافية والسياسية المفروضة علينا فرد وأشوف أشوف نفسي كشخص واحد من هالعالم يعني مش مهم يعني مش شخص مهم كتير لأنه كمان فلسطين تعطيك نوع من الأهمية على فكرة يعني نوع من أنك أنت مختلف ونوع من أنت أنت مميز لأنك ضحيي هالأد وهالأد ماك الهوى يعني فأحيان تحس حالك أنك كتير يش كبير يعني وتصدق نفسك خلينا نحكي أنه أنا لما أجيت على فلسطين أجيت عشت في نابلس بعدين أشتر مالله وبذكر المرة الوحيدة التي أجيت فيها على الأدس كنا كانت قبل الانتفاض كنا لسه منقدر أنت فوت حيانا بالسيارات يعني أنا فوتت بالسيارة مع أبوي يعني وفوتنا وشوفنا الأدس الأول مرة وهذا وخلينا أتذكر كتير إشي مهم أني كنت أعزون بكتب رواية يا حبات السكان ويعني ما كان عندي تجربة كتير لطيفة في الموضوع كتبت على فكرة هذا الموقف ورحت على المسجد الأقصى وقالوا لي كنت لابس بانطلون وفق هذا فأنا كتير الدياد وشو بيحكولي يعني لاش يحكولي إي يبس ويمكن هذا عمل علي شوية ردة فعل عفكرة من القطس معني ناس يمو هو هل عم بحاول أتذكر لكن بنفس الوقت كان في عندي هذا النوع الكبير جدا من الانبهار في المكان يعني إنه مكان عظيم يعني ليس له مثيل يعني أنا عشت في كتير مدن بس ليس له مثيل لكن كمان أحيانا إنه التجربة إيش بتعمل فيك التجربة هي انطباعك الأول عن الأماكن للأسف بتكون انطباعك الأول عن الأشياء اللي بتصير معك فهذا الإشي شوي ممكن عمل لي ردة فعل وصرت عندي ردة فعل من إنه حسيت إنه هم بيحسوا إنه هم ملكين المسجد وإنه أنا مش منحقي أمارس حق في المسجد كما أريد يعني هم كانوا مارسوا علي دور السلطة السلطة الكبيرة يعني هذا الإشي يمكن تجربتي الأولى مع القدس بعدين بتيجي تجربتي الثانية مع القدس وبتجربة الحواجز يعني بالنسبة إيلي القدس هي الحاجز للأسف الشديد يعني إنه أكبر حاجز في حياتي هو الحاجز خلندية وهذا الحاجز الذي أعيشه في شكل يومي ولا نهائي يعني فبين المتخيل وبين الواقع عندي كل هاي الحواجز يعني عندي حواجز اجتماعية نوعا ما خلينا نقول كمان حواجز مادية أنا كتبت قصة كتير بحبها اسمها خرندية بس بحكي لكم عنها لكن كلها يات عن الحياة على الحاجز يعني قديش تصرف على هوا الحواجز وعلى هوا العنف اللي انت متعرض له وانت تنسى ذلك فبالتالي انت بتصير إنسان محجوز وانت إنسان عنيف يعني فبين المتخيل وبين الحقيقي ما بعرف ما كتير في فواصل يعني ما ما كتير أنا كنت بلاء القدس يعني شي رومانسي كتير ما عمري عشتها بشكل رومانسي على فكرة القدسي كان غير بعض الناس اللي يعني أنا فرق كبير بين كتير ناس اللي هي عملية حياتها إنها تغيش في القدس كل حلم حياتها إنها تغيش في القدس وفعلا يعني وأنا بفهم يعني بفهم قديش هاي المدينة لكن قديش كمان إحنا محرومين من إنه نعيش في القدس يعني أنا عايش في القدس بس أنا بالحقيقة لا أعيش تجربة الشخص العايش تجربة المعاشة تجربتي كأنها دائما أنا أرحل يعني أنا بطريقي للخروج من القدس وليس للدخول إليها صحيح الشخص المير منتمي صندس معك حق واو فعلا الحواجز صارت جزء من البنية وهذا أخطر بكتير بتحب تقرأين مايا ها أقرأ هذا الجزء من الرواية يقف عامل القطار أمامي فأشهر له البطاقة التي اشتريتها قبل أن أصعد يضعها في الجهاز ويتأكد أنها صالحة ثم ينتقل لفحص التذاكر الأخرى يمر القطار من محطة بتحنينة إلى شعفات حيث تملأ محال الخضرة واللحوم والفول والحمص وأدوات السباكة طرفي الشارع يراقب بل ليس معتادا رؤية هذا الكم الهائل من العرب في القدس في مكان واحد بفضول كبير أصناف من كل نوع تركب القطار شابة روسية بصحبة شاب أشقر أخرى فلبينية وآخر سومالي يجر عرب تحاجيات قماشية على عجلتين ورجال بقبعات كبيرة وبذلات متشابهة جدا يحمل أحدهم كتابا ويهز جسده على الكرسي المقابل لي بينما يضع الجالس بقرب سماعتين بيضاوين على أذنيه ويستمع للأغاني من الآيفون توقف القطار عند محطة السهل فصعد عدد من المراهقين الخارجين للتو من المدرسة هكذا توحي حقائبهم المدرسية التي تسقي الأكتافهم جلسوا متقاربين وبقي اثنان منهم واقفين كانوا يتهمسون بلغة عربية بينما يرمقهم حارس القطار بنظرة لم تحد عنهم طوال الرحلة أداروا له ظهورهم وأكملوا حديثهم عن استاذ الرياضة الذي أجبر أحدهم على الجري نصف ساعة كما فهمتم يا قصة توقف القطار عند محطة التلة الفرنسية كما تقول الآلة المسجلة التي تطلق صوتها عند كل محطة سعدت مجموعة من الفتيات الصغيرات واحدة منهن تلبس في زونة أخضر وبلوز فوشي قصير والأخريات يلبسن تنانير قصيرة متشابهة وتيشرتات بولو أخضر وتيني شوز نايكي مريحة أعلنت الفتيات حالة الفوضى في القطار كنا يتكلمنا ويغنينا ويصرخنا بالعبرية بينما رقبهن مجموعة الشباب باهتمام وبدأوهم أيضا بإعلاء أصواتهم شيئا فشيئا حتى أصبح الأمر بعد عدة محطات ساحة من الصراخات والنكات والضحكات للغتين العربية والعبرية لم تفلح كل بحلقات الحارس في إخمادها اهتز الخطار فجأة فتميلت الفتيات وسقطت إحداهن في حضن أحد الفتيان الجالسين على الكرسي الذي تلقفها بكل ممنونية كانت الضحكات قد علت أكثر مع الهزة ووقوع الفتاة التي قامت عن حضن الفتى الوسيم بكل بط ما أشعل حماسة الأولاد الذين بدأوا بالتغامز عليه حسدا بينما تبرتم الفتيات أشياء لا أفهمها بصحبة الضحكات العالية اقترب الحارس تلك اللحظة واضعا كشر كبير على وجهه وأشار إلى الفتى الذي بدأ مرتاحا الآن بأن ينزل رجليه عن حافة الكرسي فأنزلها دون تعليق وأكمل كلامه مع الآخرين بحماسة أقل شكرا 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 كتير مايا يعني هاي الرواية تحديدا قداش واقع تفتيت الأسرة الفلسطينية تفتيت البنى الاجتماعية ومع هاي المقاربة السياسية الاقتصادية وقداش في شغل على الثنائيات واللي هي بتفتح على أسئلة كثير محورية الخاص والعام والفردي والجماعي السؤال السؤال الهوية على وجه التحديد وهذا بصراحة هذا بصراحة سؤال التالي هو سؤال الهوية الفلسطينية العامة عندما يشتبك مع الهوية الشخصية الخاصة يعني إذا بتحكي لما أكتر يعني 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 زمرة دامة هي الرواية متوبة في عدة مدن وعدة عواصم وعدة فترات زمنية بتبدأ في بيروت في عمان في القدس فيها أكتر من مدينة ومكان وحالة وهي بتحكي عن قصة هذه الفتاة التي تحاول بحث عن هويتها طوال الوقت سواء من بشكل فردي كشخص وعلاقة 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 عائلية شائكة أو بتشابك قصتها مع الحكاية الفلسطينية الكبيرة من سواء من بيروت إلى فلسطين إلى الأردن إلى كل هذا إلى محاولة خلق هوية خاصة وفردانية لشخص مختلف على الآخرين أو مختلف لأنه يريد أن يجد لنفسه هوية زي الآخر زينا كلنا يعني فهي في في الرواية في البطلة وهون بتكتشف أنه عندها زمر الدم مختلفة بالتالي هي بتنبسط لأنه للمرأة الأولى بتشعر أنه اغترابها له سبب أنه أنا لا يمكن لا أنتبلي لهذه العائلة لا يمكن لأحد أنك فلسطين أغنب أغنب هوية لهذا الشخص الذي لا يجد هويته فهي في في هذا المشهد هي بتحاول تعمل فحص ذي عن إيه عشان تعرف هل هي أخت أخت حقيقي ولا لا فهي ما بتقدر تعمله لأنه في فلسطين ما بتقدر تعمله إلا إذا كان عندك سبب جنائي فهي بتروح بتعمله في مختبر بدا تروح بتعمله في مختبر إسرائيلي فهي بتحقيق تجربة لكل التحقيقات من المختبر فبيبتوا يحققوا معها أنت مين وليش وكل هاي الأشياء فبسي إنه هو تحقيق حتى الجغرافي للهوية والدم وبالآخر هي ما بتعمل الفحص لأنه ما معها مصطاري يعني وأنا كتير بحب هاي القفلة إنه بالآخر إنه جوزة بحكي لها إنه إنه شو يعني انت مين يعني وإلا شو يعني بدك تثبتي هويتك بهاي اللحظة اللي ما بيهم مين انت ما بيهم مين أبوك ولا مين أمك ولا مين كل هاي في هاي اللحظة أنا بيهمني إني أسد الأرنون وأسد الكهرباء وأسد الفاتور وماديا في حياتك كناضج التي لا تعود الكهرباء لا تعود الهوية مهمة في حياتك اليومية أنا آسف إذا الحي الصوت بيقطع الانترنت عندي سيئ فهون بتحكي فهذا التقاطع بلا أحد يعني زينا الدمه بين الخاص جدا وبين سؤال الهوية الكبير يعني شكرا كتير أنا عندي كمان أسئلة بديش أكون كثير أناني بدي أفتح المجال للضيوف الموجودين إذا حدا بحب حدا عنده سؤال أي حدا بحب يحكي أفتح هاي دكتورة هاي مايا يعطيك العافية ويعطيك ألف عافية مدر أنا عم بلاحظ أنه أنه الحديث كتير عم بيأخذ منحة سوسيولوجي وهي مايا مش شاهد سوسيولوجيا عن الأدس فأنا اللي حبي أسأل هي ككاتبة مع كل الصعوبات اللي إحنا شفناها وإحنا عارفينها وين المساحة كيف أنت بتلاقي لحالك المساحة الذهنية للكتابة مع كل هاي المضايقات لأنه أكيد الحياة العصرية أكيد بتضيق على أي كاتب على أي مشروع إبداعي بس طبعا هون في عنا ثقة إضافة في الأدس وبعدين أنت عندك حياة كأم وكمديرة مؤسسة فعندك مشاعبات إضافية فالمهم كيف أنت بتلاقي لحالك هاي المساحة للإبداع وللأدب وهذا هو أولا وهل وجودك في هاي المدينة في إرساله هو جزء من مشروع إذا في عندك مشروع أدبي وللأ بس هو أنا اللي بيهمني هو السؤال الأول هو الحيز اللي بيبدعه شوفي أحكي لك الحقيقة أنا بكتب وينما كان يعني كحيز إذا بدي أحكي إنه في أي طريقة ممكن أكتب لكن اللي عم بصير حاليا أنا ما بدي أكتب يعني أنا كإني للأسف الشديد أنا خايفة من الكتابة وخايفة إني أخود تجربة الكتابة مع نفسي لأنه هي الكتابة هي مواجهة وهي هي شغل مع ذاتك في البداية وأنا بوصلت لمرحلة نفسية صرت عم بتعامل مع نفسي بطبيعي يعني صرت أخاف من الألم فعليا أنا بخاف من الألم قد ما فيه ألم يعني قد يعني أنت بي كل شيء كل الإصص اللي حواليك هي هالقد بتجرح وهالقد هالقد مؤلمة لدرجة إنك أنت أنا يعني أنا عم بفاك يعني أنا عم بفاك يعني أنا عم بفاك خوف محمد جولاني بتمنى أنه بتمنى أنه يكون عندنا فرصة نشتغله كثير متحمسة عليه لأنه يعني بيحكي عن عن الخوف من أبعاد مختلفة في القدس للأسف يمكن بتمنى أنه يزبط هذا الكتاب لكن كل ظروف خاصة ما يزبط لكن بنفس الوقت هي فكرة أنه أنه يعني أنا ما بأعتبر نفسي عندي حيز مكاني اسمه القدس بشكل كبير أنا يمكن عندي حيز مكاني اسمه مكتبي هالقد محصور الجغرافية بالنسبة إليه في هذا المكان للأسف شكراً كتير كمان شكراً دكتور عادة وشكراً مايا السؤال فريال عجمي تفضلي فريال بس أعملي أنميوت بيز يسعد مساكم كلاياتكم مسأل ويا سؤالي لإلك عزيزتي إحنا عم نشوف أديبات بيكتبوا من خائع عن القدس من خارج القدس الفلسطينيات في الشتات وإن مكان وإن الآخر أو فلسطيني اللي بدي أسألك حتى أنت يعني بإبداعاتك أنت ما كنتيش في القدس من طفولتك أو خلقتي بالقدس السؤال اللي بدي أسأله ليه ما في عنا أديبات مقدسيات يكتبوننا يعني تجارب تكون كتابتهم أقرب إلى الواقع إحنا اللي بره بحاجة لنعرف كتير أشياء عن المجتمع عن المعاناة عن كل شيء لما بتكون عن معاناة تكون أصدق بتعبرنا أكتر لما تكون خلقان هناك ومنتمي للقدس للانتماء بالولادة ومش بلاسبة للوطني إحنا ملوطنية نعتبر حالنا كلنا ننتمي إلى القدس ولكن المقدسية التي ولدت وعاشت وتربت وعانت وتكون كتباتها تختلف ليه في رأيك ما في عندنا كاتبات مقدسيات بالعدد الكافي فضل ما بدي أحكي أنه ما فيه كاتبات بالعكس أنا هلا بدي أذكر في نادية حرحش من القدسي ممكن نادية حرحش هي أكتر صحفية لكن عندها رواية جديدة مش كتبات من فترة قليلة فيه كمان أظن ريت تطاها كمان من القدسي كاتبة جديدة أو هي مش جديدة لكن عندها نصها الأول يعني فيه مجموعة من الكاتبات لكن ما بدي أنسى أنه معظم الشهرة يعني هي كمان أكيد فيه كاتبات لكن كمان الثقة للإعلامي والتوجه ودور النشر وين فيه مركز ثقافي ما هو كل هاي الأشياء هي لبتصنع بتصنع النجوم خلينا نحكي تصنع أسماء بتصنع أسماء أسماء توصل للخارج فيمكن كمان فيه تقصير من هاي الناحية لأنه ما فيه حراك ثقافي كافي يبرز هاي الناس ويحسوا إنه قديش تعملها يعني هي هاي الفكرة أنه يمكن أنت حيانا أنت حا لدرجة أنك أنت ما أو ما تحس أنه هذا هو طريقك يعني بالعكس فيك الناس اللي يمكن جاهلة بما يكفي يعني بصراحة لكن فيه كاتبات يعني خليلي السكاكيني من أهم الكتاب طبعا محمود شخيرن أهم الكتاب هلا يمكن إحنا بدنا فيه كمان يعني فيه جميل السلحوت فيه إبراهيم جوهل عقوال عقوال أنا قصد النساء أنا فاهمة عليك أنا فاهمة عليك أنا فاهمة عليك شو بتحكي بس أنا ما بدي أكون أنا حاسي حالي يعني مش بموقع إني أحكي إنه ما فيش يعني أكيد فيه لكن مش مسلط عليهم الضوء بما يكفي أو إنهم محصورين في الدور التقليدي للكتابة آه كمان فيه كاتبة شو اسمها الروائية غوشة بس هم بنعدوا على الأصابع هم بنعدوا على الأصابع وكمان ليش بنعدوا على الأصابع إنه إذا ما كنت ضمن مؤسسة أو حزب أو أنت صحفي فرماية بشكل عام خاصة للمحليين للكتاب المحليين لا يتم إبرازهم لا يتم الكلام عنهم يعني أنا نعرفت مثلا بصراحة يعني كتبت روايتين بفلسطين لكن لما نشرت رواية لا أحد يعرف زم ردامي في دار الأداب صارت الناس تعرف ما يا أبو الحية لكن لو ما صار هيك كان ما أحد يعرفني يعني كمان إحنا كمؤسسات إعلامية يعني لا نصل بما يكفي وكمان تركيز على الأدس يعني خالينا نحكي وقال إن طاقات مش بروباقابي مش أجداتي اللي هو الأدب الحقيقي عشان هيك مش عم نطلع بأدب حقيقي يعني أنا من المراكز اللي كنت أروح مراكز ثقافية كنت لما أجي 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 الخاصة التي ترتبت بالعام فكمان إحنا كمؤسسات لأنه هلقدم حملين القدس مسئولية وفقل ما منسمح إنه يطلع نص مش أجمدي مش أجنداتي ولا بروباقابي عن القدس للأسف يعني شكرا 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 مايا كمان مرة ممكن ناخد كمان سؤال عفكرة إذا في هنا فضلي مرحبا أهلا 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 أنا طبعا وفي ريال عم نحكي من الإمارات مش من مش عادين في فلسطين أنا بس أوضح شغلة طبعا إحنا بره أكيد الناس دائما بتسمع لما تسمع القدس بتسمع بداية حتى تسمع طبعا أكيد يعطيك العافية أخ حرماية أنت عم تحكي طبعا عن قضايا اجتماعية فيمكن هذا سؤال في ريال لأنه إحنا منتوقع عادة من بره أنه نسمع عادة خضايا إشي عن القدس وبالنسبة زي ما قلت قبل ما تروح على القدس إنه القدس شغلة مقدسة وشغلة مش شغلة بس مقدسة شغلة بالنسبة للوجدان الفلسطيني إلها إشي يعني هوي هاي الإشي فأنا طبعا أنا عايش برمالة كوني فأنا عندي شوية بضرب بالأدس بس أو بفلسطين أو هيك فيمكن هاي الفكرة اللي أو إحنا كنا متوقعين نسمع إشي وسمعنا إش تاني هاي القصة فيعطيكم ألف عافية يعني إنت حكيتي عن قضايا اجتماعية أكيد وقضايا مهمة بالأدس ويعني بس أنا حبيت أوضح يعني هاي القصة لأنه هاي يمكن أكيد رح تسمعوها لو صار المحاضرة أكيد الجمهور هذا هو صلب الموضوع يعني فيريال أنا أتعوذك هيك أنا أهلي أهلي أبقول فيريال أنت هيك فيريال أنا عايش بالضبط بالضبط أنا كتير شكرا على التوضيح اللي قلتي وحكيتي عني بالفعل شكرا لإلك وعني كتير ستات زينا عشان هيك بس حبيت أوضح حبيبت شكرا شكرا أنا سعيدة أنا سعيدة بهذا الموضوع بصراح أنا سعيدة أنا ككاتبة أنا مش صحفي أنا محس يعني في النهاية أنا يعني أنا كشخص يعني أنا كاتبة أنا إنساني أنا والأدب هو زاعد إنه مش توثيق لكنه كمان هو صنع حياة متخيل عن ما نريد أن نعيشه فيعني أنا وهي هاي عندنا عندنا هذا المغلوط كبير عن الأدب الفرق بين الأدب والصحافة والفرق بين الأدب والتاريخ والفرق بين الأدب والتوثيق كتير لازم يعني لازم نحكي فيه ونناقشه لأنه القصص الحقيقي اللي بتأثر واللي توصل هي مش لأس أنه ولد برمحجار القصة هي قصة 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 نفسه قصة حياته قصة قصة أنا لما أولادي بجيهم بلايز بكون خايفة أني ابني يكون عليه شعار شيء وشرطة يوقفوا بالشارع الجندي ويحبسوا بخاف أجيب لهم أسلحة بالعيد زي هالولاد اللي بيحملوا سدساته لأنه ممكن يلاقيه حقيقي يفكر الجندي إنه حقيقي ويطخه يعني هاي قصة الولد البرمحجار يعني قبل قبل ما نحكي حتى عن القضية والتاريخ وهي الهيمنة السياسية الكبيرة على قضية القدس فضلي أخت أنت أخت فريال أه سلام فريال أهلي حبيب شايف أنا هلا شفتك أهلي شكرا 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 فريال شكرا طبعا مايا أنا يعني اللقاء كثير جميل ومشوق وفي الحقيقة في كمان أسئلة بس إحنا مجبورين ننهي اللقاء هون لكل اللي فاتهم جزء من اللقاء اللقاء رح يكون موجود قريبا على يوتيوب بنصحكم تشوفوا التابع صفحات المتحف لفعاليات أخرى لها علاقة بالقدس زي أسرلة المناهج اللي رح يكون الأربع القادم هذا اللقاء كان جزء من اللقاءات الكتابة من القدس وعنها بقي اللقاء واحد من هذه السلسلة رح يكون بتاريخ 2 أيلول مع الأستاذ محمود شقير اللقاء الأول كان مع الأديب اليانا بدر اللقاء الثاني مع مايا أبل حيات شكرا كتير مايا كان كان كتير جميل وكان كتير ممتع شكرا لكل الحضور يعني شكرا بدر على الأسئلة وللمتحف على المادة على هذا الموضوع نفسه موضوع تبعى في القدس يعني كتير مهم يثار كثير هاي النقاشات شكرا شكرا للكم شكرا حبيب شكرا أنا مبسوطة أني تعرفت عليك أنت وحنا شكرا حبيبتي أنا كمان مبسوطة أني سمعت معينة من بناتنا اللي عم يكتبوا في القدس وعن القدس فتمنى أسمع عن أكتر من هيك إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي فرصة سعيدة شكرا لألك مع السلامة إلى اللقاء شكرا 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 شكرا